أهلاً وسهلاً بكم من جديد بعد جهود الأجهزة الأمنية التي تمثلت في سرعة القبض على قاتل ابن عمه في شملي حايل أطاحت قوات الأمن عصر اليوم بثلاثة عناصر ينتموا لتنظيم داعش في شرق الرياض وأتشير المعلومات الأولية أن أحد العمليات تخللها تبادل لإطلاق النار قبل أن تتمكن من إنهاء المهمة والقبض على المطلوبين طبعاً هذا بذمة قناة على حسب الإخبارية تحديداً أنا بس أقول شيء حقيقي قبل أن أستقبل ضيوفي وهذه طبعاً صور لللي صار اليوم تحديداً أعطوني بس الكاميرا يا شباب أنا في مقال كتبوه حبيبنا خلف الحربي أمس اسمه تكفا يا سعد بحقيقة المقال يرصد علامنا في يوم وعلامنا كبيرة جداً في يوم واحد أنا أقول أن هذا اللي ذبح ولد عمه في هذه الطريقة هذا يعني أنه مختل أو أنه سافل أو ما فيه مروة وهذا يسري على كل المعاتيه اللي ينتمون لهذا التنظيم واليوم إذا فيه عالم دين في السعودية وفيه شيخ ولا داعية ولا أي كائن من كان ما طلع وتحدث عن هذه الحادثة أو جرم داعش بشكل مباشر هو شريك في الجريمة شريك اليوم نحن نبني تاريخ نكتب تاريخ الأمم ستضحك علينا يوم لاب أهم شيء الأجيال المقبلة ما تضحك علينا ممنوع اليوم أحد يبرر لهذه الفئة أي تبرير يعني كلكم شفتوا الفيديو وقووا قلوبكم شوي وشوفوا الثلاث مقاطع ليس مقطع واحد هذا اللي ذبح ولد عمه فيه شوفوا الدناء وفكروا من وصل هذا الشاب لهذه التعاسة وهذه الحماقة وهذه القسوة يعني الحقيقة أنا أعتقد أنه اللي صار يوم العيد واللي صار في الشمال يفترض أنه يخلينا نفكر أكثر إيش وصلنا لهذه المرحلة عموما لمناقشة هذا الملف وما حدث اليوم يسر رحب بضيوفه على عزاف للسيدي القاضي السابق في دوان المظالم والمحامل المسترقانون الشيخ محمد الجذلاني أهل وصلح بك وأيضا يسر رحب بزميننا الأكاديمي والكاراتب أصحابي الأستاذ أحمد الركبان أهل وصلح بك شكرا لحضوركم أبدأ معك شيخ محمد عن ما حدث وفي نفس الوقت هل هذا مؤشر على تهاون ما وأن كان هناك تهاون إذا افترض نجد من المتهاون الذي يجعلنا نوصل للمرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسترين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل والصلاة والتمنى التسليم شكرا لكم على تحت الفرصة حقيقة هذا الموضوع مثل ما أنت في المقدمة المحت يعجز الإنسان كيف يصفه كيف يناقشه من أي الزوايا يعلق عليه فاجع بكل المقاييس آلمت حقيقة كل ذي قلب سواء من السعوديين أو من غير السعوديين كل إنسان يعتقد أن مثل هذا السرطان كيف بدأ ثم انتشر كيف وصل إلى هذه المراحل المتقدمة يعني وقبل حادثة هذا المجرم الأفاق الذي قتل ابن عمه بالأمس من قتل خاله الذي رباه أيضا وليس فقط خاله خاله الذي رباه وأكرمه وعيش في بيته فقتله وقبله الذي قتل والده عندما بلغ والده عنه وعن أصحابه فهذا أمر أعتقد أنه قد تحدث حوادث أخرى لا قدر الله مماثلة إن لم نبادر ونسارع في البحث عن خيوط وخطوط هذه الجرائم وهذا الفكر الظالم حقيقة عندما تلاحظ الكلام عن ظاهرة الإرهاب والتطرف تجد خلاف دولي عندما بدأ الحديث عن القوانين الدولية وعن تجريم الإرهاب كان الحديث في المملكة وخارج المملكة وبين الدول عن الاتفاق على مصطلح الإرهاب تحديد مصطلح الإرهاب وهذا حصل في خلاف وأخذ ورد وكان هناك بعض من ينادي يقول تعالوا نتفق على ما هو الإرهاب حتى نتفق على أليات محاربة أنا ألاحظ شيء آخر عندنا في المملكة فيما يخصنا في بيتنا الكبير في المملكة أنا أقول لكل من يناقش هذا الموضوع أعتقد أننا كسعوديين متفقين على تعريف الإرهاب لا نحتاج أن نتناقش حول تعريف الإرهاب هذا إرهاب وأقصى وأشنع صور الإرهاب لكننا مختلفين اختلاف كبير جدا وهذا من أسباب استمرار الظاهرة مختلفين على تحديث أسباب التي أوصلتنا إلى هذا الأمر ففي كل حادثة تحدث تعال تابع الطرح ونقاش الناس على تويتر مثلا كقناة من قنوات الرأي والحوار تجد أنها تحدث شرخ داخل المجتمع السعودي وتصبح أيضا هذه القضية نقطة للخلاف لا للاتفاق بدل أن نتفق على تبشيع هذه الجريمة وعلى الكلام عنها وعلى أيضا يجب أن نتفق على أسبابها كما اتفقنا على تجريمها الكل يتفق على تجريمها إلا شذاذ لكن من يتفقون على تجريم هذه الجرائم يختلفون في أسبابها ثم يتناخرون بينهم في مناقشة هذه الأسباب منهم من يلقي باللوم على المشائخ والمتدينين منهم من يلقي باللوم على الدولة منهم من يلقي باللوم على المناهج منهم من يلقي باللوم فأصبح هناك تشتت أنا حقيقة أدعو يعني ولاة الأمر حفظهم الله كما كان الملك عبد الله رحمه الله مهتم بقضية الحوار الوطني وعقدت لعدة لقاءات أن يجمع هؤلاء المختلفون الذين لهم كل من كان له قلم ومن كان له صوت ومن كان له أتباع وهو مفتي ولا طالب علم يجمعون كلهم على طاولة مستديرة نريدهم أن يخرجون بنا كسعوديين مواطنيين أصحاب رأي وفكر وعلم يخرجون لنا برؤية واحدة لسبب هذه المشكلة حتى ننطلق من هذه الرؤية إلى معالجته أما اليوم فأعتقد أن المسألة معقدة من التصطيح جدا من الكلام التصطيح السطحي ومن عدم احترام الحدث وشناعة هذا الحدث أن نلقي بكل سهولة باللوم على المناهج مثلا أو نلقي باللوم على أي جهة كانت أعتقد أن الموضوع يحتاج النغوص فيه أكثر بعمق يعني مهما كانت المناهج مثل ما تحدث كثير من الناس إذا كانت مناهجنا هي التي أخرجت هؤلاء فمن أين أتى الدعشيون من أوروبا ما درسوا في مناهجنا عدد كبير من الداعشيين تأثروا بهذا الفكر الخبيث جاءوا من أوروبا في بلاد الانحلال وبلاد بها مناهجنا ولا تمثل مناهجنا بصلة منهم من اتهم منهجنا السلفي منهج الشيخ محمد عبدالعهاب النقي منهم من اتهم الجهات الأمنية منهم من اتهم قضايا حقوق الإنسان تجد هناك من يستغل هذه الأحداث ليجع الوطن ويضرب في مفاصل الوطن ويتكلم مثلا عن قضايا أمثال هؤلاء الذين اتخذ الوطن بحقهم بعض الإجراءات من السجن أو المحاكمة فتجد من يخرج عندما تحدث مثل هذه الجريمة يقول أطلقوا السجناء أطلقوا كذا لماذا تستغلوا هذا من نتائج سجن هؤلاء الفكر لا يواجه إلا بالفكر فيستغلوا مثل هذه الأحداث لزيادة إيلام الوطن فحقيقة القضية مؤلمة جدا وحقا أن نتألم لكن كوناني في دقيقتين أو ثلاث أطرح ما هي أسباب هذه المشكلة أنا حقيقة أستصعب وأعتقد هذا مرتقى صعب جدا على مثلي أو على غيري بكل بساطة أن يناقش في لقاء تلفزيوني عن أسباب هذه المشكلة هذه المشكلة غير طبيعية استثنائية وبشعة لا بالمقاييس الدينية الشرعية ولا بالمقاييس التربوية ولا بالمقاييس البشرية حتى الوحوش لا تفعل هذا سأعود لك الشيخ الحمد ولكن أسأل السيد أحمد السيد أحمد يعني في ذلك يعني من ناحية الفكرية الشيخ محمد تطرق ولكن من ناحية أمنية كيف تشوف أداء وزارة داخلية في ما حدث في الشمال واليوم وفي الأحداث الأخيرة بشكل أولا مساء الخير لك ولمشاهدي روتانا الخليجية ودائما أنتم سباقوا في مثل هذا الموضوع خليني بس في أقل من ثلاثين ثاني أرد على الشيخ محمد أنه يجب أن نتجاوز في تحديد نوع المشكلة أو تصليف المشكلة وأسبابها أسبابها عرفت الآن على مدار 15 سنة منذ أن كانت القاعدة متمنية التفسيرات في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج القوى الأمنية أدت دورها بشكل كبير ودلي على ذلك اليوم حادثتين متتاريتين واحدة في الدمام والآن في الرياض تم القبض على مجموعة من الشباب أما حدث في حال وهو خارج عن الطاق الأمني أصلا لأنه أشخاص خانوا ابن عمهم فهذه قضية اجتماعية أكثر مما هي قضية أمنية سرعة القبض على الجانيين هذا أيضا دليل على نجاح القوات الأمنية في المملكة العربية السعودية المشكلة التي يجب أن نصلها وهي واضحة كيف يصل هؤلاء الشباب إلى الجماعات جماعة داعش في العراق وفي غير العرب ما هي الوسيلة توصلهم؟ هي وسائل تقنية وتكنولوجيا إذن عرفنا ما هي الوسيلة توصل هذه الجماعات بالشباب في المملكة السعودية الناحية الثانية وش سبب لجوء الشباب إلى الفراغ الكبير في الأنترنت أو في تويتر إهمال أسري عدم متابعة الأسرة عدم مصاحبة الأبوين للإبن وهذه خطورة شائعة ترك الإبن أو الإبنة بساعات داخل غرفهم والدليل على ذلك أن والد القاتل أمس نصر الله أسفة تعالى أن الحقيقة نتألم من آلم الوالدين أمس فهي جريمة الحقيقة ليست للمجتمع بل للوالدين شخصيا هو قال أنه لاحظت على ابني لاجئ أكثر إلى الكوميوتر أو إلى الجهاز وحاولت أزوجه وحاولت أتعاطى معه لكنه رفض وقال أجل أجل حتى أنه شك أنه كان ينظر أفلام غير أخلاقية ما كان عنده تصور أنه يلجأ إلى داعش بحكم الكريزمة أو الشكل للقاتل أنا أعتقد أن الدولة متنبهة لعملية التواصل الاجتماعي كيف الآن يجب أولا أن نبحث كيف نحاول نقطع الطريق على عملية التواصل ما بين الشباب وما بين داعش الحاجة الثانية كيف نربي لدى الأسرة ونتقف لدى الأسر قبل المدرسة وقبل الملهج هذه أمور عشنا فيها سنوات واتهامات مثل ما قار الشيخ قبل قليل وأنا وثني على كلامه لكنها انتهت هذه الحزمة من التوقعات الآن كيف نحن نتعامل مع الشباب ما هي الوسائل التي نرفع فيها الشباب ما هي النواقص التي يحتاجونها الشباب في حائل مثلا حائل لديها قصور كثير مع أنها أقامت مؤتمر دولي مع أنها أقامت للراليات تقوم فعاليات لكن برضو لم تشبع رغبات الشباب طيب بصد في دواعش في جده وفي الرياض أنا أتكلم عن شكل عام في المملكة العربية وفي شكل عام حتى في الرياض ما هناك شيء يشغل هؤلاء الشباب المؤسف أنه لو تلاحظ الشباب أعمار 18 سنة إلى 25 يتابعون بعض كثير من المغردين اللوم الحقيقي الذي يلامون في بعض من سموا أنفسهم دعاة ومتابعهم أكثر من 5 إلى 6 إلى 7 ملايين وأعني ماذا أقول هؤلاء يغردون الحقيقة ويناشدون بمتابعة شخصيات معينة هم غير معروفين فالشباب ينجرفون خلف فلان وعلان هؤلاء الدعاة مع الأسوى الشديد يطلعون بتغريدات بسيطة هي فيها السم وهم لهم امتقالهم في المملكة السعودية هل تشب تحمل في شيء حزن يعني شيء غريب تخيل لما صارت تدافع من ذول المشايخ اللي غرد واللي عمل فيديو واللي عمل سناب واللي عمل في التدافع يشتب الأمن ايه ولما صار اللي صار في حائل في الشمال أو مضح ولا كلهم ساكتين نعم ولا حتتكلم يعني أغلبية صمت غريب يعني عليش هذا يدل يعني يعني على ماذا يدل هل يدل أنه في مؤامرة ضد هذا البلد ولا يدل أنه أن الجهات الأمنية أعتقد أنه يجب أن التعامل مع هؤلاء بطريقة مختلفة الله يا أخي فعلا لا يوجد قضية هذه هناك كثير من القضايا أنا أذكر قديما طبعا حتى حتى بس لا يفسر طبعا أنا وإحنا فيها مع حرية الآراء ولكن الآراء اللي فيها خيانة وطن هذه ليست آراء هذا تهييج للغاية نعم بس عشان بس نكون دقيقين فضل نقصد أن هذه الظاهرة تتكرر في كثير من الأحداث حتى يعني نخرج من هذا السياق قليلا أنا رصد رصد يعني في مؤقت ما استمرت أو طولت في الرصد رصد كيف يضخمون حسنات تحصل في بعض الدول الأخرى التي هم معرفين أنهم يؤيدونها ويدعون لها سرا وجهارا عندما يحصل في إحدى هذه الدول حسنة بسيطة موجودة عندنا تعتبر من البدهيات تضخم ويثنى عليها بينما حسنات دولتنا التي كالجبال قد تنتقد ويبحث فيها عن مناقص في خلال هؤلاء أنا ما أدري ماذا يريدون هذه الفئة أنا ما أدري حقيقة ولا أهم لمن وماذا يريدون أن يصلون لا أستطيع أن أجواب على هذا لكن تسمحي أنا أكمل تقدير لسؤالك من الشيخ لاحظ أنه بعض المواقع المشبوهة وهي تحمل اسم الملكة السعودية تبدأ بجذب الجماهير من خلال كيف وصل متابعتها إلى مليون مثلا صحيفة محسوبة على تيار إيراني تدار من الكويت وهي تحمل اسم الملكة السعودية أخبار الملكة السعودية تجذب الجماهير من خلال نقدها اللاذع لبعض القطاعات الحكومية وللأشخاص بل وتتهمهم بالفساد حتى ينجذب إليها كثير من عامة الناس المشكلة عند الملكة السعودية تصنيف الشعب عندنا إذا كانت أصناف الشعب متعقل وعاقل وفاهم ويدرك خفايا هذه الأمور شعب متعاطف بقلبه لا بعقله شعب وهذه الأغلبية مع الأسف الشديد يعني اسمحلي على هذا المثل الشعبي مع الخير يا شقر يعني يميلون كل الميل مع هذا وهذا هذه المواقع المشبوهة هي التي مع الأسف الشديد تجر هؤلاء الشباب لمثل هذه الأمور شيء الثاني مثل ما ذكرت قبل شيء أن بعض الدعاة اللي أسمعهم في السمدعات وهم أوقفوا بالحقيقة عن الدعوة لم يتكلموا متما تفضلت اليوم تكلموا عن منا واستعجلوا في الحكم بينما معروف أن السبب العرف الآن وعرف لدى شهود العيان أنه طبعا حملة إيرانية القضية الآن التي أحب أن أتحدث إليها السيد علي أنه يجب أن يحجم هؤلاء الدعاة من السنابشات ومن تويتر وتغريداتهم طبعا ومن المواقع الاخترون يجب أن يحجموا هذا التحجيم هو اللي حقيقة يساعد الدولة ويساعدنا إحنا كجماهير وكمحبي للدولة يساعد ويخفف من متابعة الشباب لهم لو تلاحظ الآن تأخذ أحد الدعاة مثلا سي من الناس لا أحب أن أسميه لأن كلهم لهم مكانتهم ولكن يظلون مختلفين في هذا الرأي هؤلاء محتقنين على الحكم في المملكة وعلى الأنظمة من هذا المنطلق هو يبث السم بطريقة ذكائية بطريقة الضحك وبطريقة العبارات البسيطة أنا أتصور أنه تحديد شخصيات هؤلاء الدعاة ثم تحجيمهم ثم أيضا متابعة الشباب أنا لاحظ أن بعض الشباب مع الأسفل من يتابعهم في الأخير بما مفحط أو مهرر مخدرات أو مدمن أو عاطل نعم شكرا لك أستاذ أحمد الرقش وأن الوقت انتهى شكرا لك الشيخ محمد الجذلاني أيضا على حضورك معنا في السجو نتمنى لوطنا الخير دائما أشكركم لأنكم تخصصون جزء من نقطة ولبتاوعاتنا في أهلا ألقاكم غدا في أمان الله